ناقش المجلس البلدي بمحافظة مسندم خلال اجتماعه الاول هذا العام اعتماد مخططين سكنيين في ولايتي مرحى وخصب واستعرض المجلس البلدي مقترح اقامة مشروعين استثماريين للدواج بولاية خصب وانشاء شبكة مياه للشرب من مركز الولاية الى منطقة الخالدية كما تطرق المجلس الى مناقشة توفير مصدر دائم للمياه بالمناطق البحرية التابعة لولاية دبا ومقترح ترميم سوق الولاية الاثري ترأس الاجتماع مع السيد ابراهيم بن سعيد البسعيد وزير الدولة ومحافظة مسندم